موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم عزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعية أبعاد معرفية حلقتنا اليوم عن كتاب مهم ألا وهو الكهرباء الشمسية للأستاذ الدكتور ميشيل بوكسويل مع ضيف البرنامج الأستاذ الدكتور علي البكري فأهلا بكم وأهلا بك دكتور أهلا بك أستاذ رسول وأشكرك على هذه الاستضافة بهذا البرنامج الرائع العلمي لحقيقة شاشاتنا كلها بحاجة إلى مثل هكذا ورامج موسيقى دليل الطاقة الكهروشمسية لمؤلفه مايكل فوكسويل يعد من أهم الكتب التي درست تصاميم ونصب منظومات الطاقة الشمسية وكيفية الاستفادة القصوى من الشعاع الشمسي الساقط البروفيسور مايكل فوكسويل لم يترك صغيرة ولا كبيرة حول حسابات الطاقة الشمسية وتطبيقاتها إلا وتطرق بها بالتفصيل مع المعادلات الهندسية الدقيقة والكتاب بشكل عام يعد من أفضل الكتب في هذا المجال ويمكن أن يعد مرجعا رصينا للباحثين في مشاريع الطاقة النظيفة سيد الكريم حينما نتحدث على هذا العنوان الجاذب الكهرباء الشمسية ورأسا ربما يقول أحدهم عبر الشاشة لدينا الشمس أين الكهرباء نتحدث بداية عن الطاقة الكهربائية كيف تولد؟ ما هي مصادرها؟ طبعا الطاقة الكهربائية هي سمة العصر الحديث إذا كان هناك سمة لهذا القرن الماضي والقرن الحالي فهي الكهرباء اللي هي غيرت الحياة البشرية بشكل رئيسي وكل هذا التطور هو أساس الكهرباء بمناسبة حاليا أكون معيار لتقدم الدول هو مدى ما تستهلك من الطاقة الكهربائية لكل فرد فالطاقة الكهربائية طبعا هي طاقة تحويلية طاقة تجي من مصادر متعددة تحويل حسب قانون نيوتن يقول الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم ولكن يمكن تحويلها من شكل إلى آخر إلى آخر الأشكال الأساسية مثلا طاقة الرياح طاقة الماء طاقة الماء المحطات الكهربائية يعني نخلي توربينات في على أقل شي على ارتفاع يعني على عمق 20 متر من الشلال المائي اللي يمسد وبالتالي راح اصبح عملية تدوير لأننا نحتاج توليد الكهرباء حسب القانون الفولتية تساوي N D5 by DT يعني شنو عدد اللفات في تغير الفيض بالنسبة للزمن إذن أنا محتاج فيض كهرومغناطيسي ومحتاج عدد لفات ومحتاج تغير هاي السرعة D by DT تجينا من الحركة ما للتوربائي وبالتالي التوربينات كلها مهما تكون نوعها توربينات رياح توربينات كهرومائية توربينات تشتغل على البخار توربينات تشتغل على الغاز الغاز بورستيشن طبعا بنسبة خليط مع الهواء فكلها طاقات تحويلية تتحول إلى طاقة كهربائية هاي الطاقة الكهربائية بعدين تستغل تؤحد ببولتيات محددة المحطات البخارية بولتياتها مو كلش عالية بالتوليد يعني مثل محطة كهرباء لمسية ب20 كيلو فولت المحطات الغازية تصل إلى 40 كيلو فولت بعدين تروح وين؟ تروح إلى محطات تحويلية رئيسية تحولها للفولتيات ما للنقل اللي هي من 20 أو 40 أو 15 أو كذا تروح وين؟ تحولها إلى محولات ضخمة محولات طاقة أو باور ترانسفورمر هاي الباور ترانسفورمر تحولها إلى 132 كيلو فولت أو شقد 400 كيلو فولت تروح على الخطوط بعدين من توصل للمدن يسمونها هاي مرحلة النقل بعدين مرحلة التوزيع تنزل الفولتية إلى 33 كيلو فولت تصل داخل المدن وهكذا إلى 11 كيلو فولت إلى أن توصلنا 380 فولت أنا كمستهلك نعم وصلتني الطاقة الكهربائية بالكلف بين الطاقة الكهربائية الرياحية المائية النفطية ومشتقاتها هل تختلف عليها بالكلف؟ الحقيقة السؤال كلش مهم يعني وحيوي ويجي بالصميم المحطات المائية تعتبر محطات free energy free cost ليش؟ بس الانيشيال كوست بس القيمة الابتدائية وبالتالي الماء موجود فما نحتاج وقود بس نحتاج عمليات صيانة وعمليات إدامة وعمليات متابعة مثل محطة السدة ولو محطة صغيرة تقريبا 16 ميجا محطة سامرة عندنا محطة درباندخان ومحطات كثيرة أخرى بالعراق ولو نسبتها اللي تساهم به بالشبكة ما يتجاوز من 10 إلى 15% المحطات المائية فالكوست مالتها قليلة جدا قلت لك الكوست يعني بس الانيشيال كوست مع الإدامة أما محطات الرياح فهم كذلك free energy ليش؟ لأن اللي يفرد تربان هو الرياح العراق بالمناسبة أغلب مناطق غير صالحة للرياح ما السبب؟ هذا ردت أن أسأل عنه لأننا في برنامج سابق قبل سنوات تحدثنا عن تجربة الألمانية مع تجربة العراقية قيل لي في وقتها أن لا توجد ممرات هوائية ثابتة مضبط ومتوسعة وبالتالي تدير تلك التوربينات أحسنتم العراق من خلال دراسات طالبة الدكتوراه جغرافيا الرياح في العراق العراق أغلب مناطق غير صالحة لنصب منظومات الرياح ليش؟ لأن أبسط شرط لتشغيل منظومة الرياح تكون معدل السرعة عموم العام في ديش المنطقة خمسة متر من يموم خمسة متر بالثانية نحن في العراق متى وصل ثلاثة متر إلا في بعض المناطق مثلا المناطق المجاورة للبحيرات نسيم البر والبحر وعندنا مناطق في الكوت وعندنا في شمال العراق كم منطقة وأكو حقيقة بحوث حالية الاتفاف على هذا الموضوع الكتاب لميشيل بوكسويل كتاب مهم ممكن أن نتعرف على أهم ما طرحه في هذا الكتاب كتاب سولر الكتريستي هاند بوك موديل 2022 هذه الطبعة الجديدة تأليف ميشيل بوكسويل كتاب مهم جدا أنا الحقيقة طلعت عليه وقرأت أغلب فقراته الشيء الحلو بهذا الكتاب أنه يبدأ لك من الألف إلى الياء في الكهرباء ويوفر لك أسس تصميمية كهاند بوك يعني هو من كلمة هاند بوك يعني اللي يشتغل بطاقة الشمسية يقدر يحمل لهذا الكتاب وكدليل إليه الكتاب يبدي تصميم الخلايا الشمسية تصميم البطاريات وكذلك تصميم الكابولات الخاصة بالخلايا الشمسية وكذلك الزاوية اللي تخليها باتجاه سيد الكريم تحدث عن ذلك ولكن بعد فاصل ونواصل أحباي انتظرونا بعد فاصل ونواصل لحديث عن كتاب الكهرباء الشمسية كتاب سولر ألكتريسيتي هانبوك للمؤلف مايكل بوكسويل أنصح لكل المستفيدين في مجال الطاقة الشمسية والباحثين في هذا المجال للاستعانة بهذا الكتاب حيث هذا الكتاب يمثل مرجع متكامل مبسط لكل التخصصات المرتبطة بموضوع السولر ألكتريسيتي حيث يتضمن كل المعلومات والمصطلحات والإضافة إلى التطبيقات العملية لهذا الموضوع أهلا بكم مرة أخرى أحباي نواصل حديث عن كتاب الكهرباء الشمسية مع الأستاذ والدكتور الباحث الأكاديمي علي البكري أهلا بكم وأهلا بك سيد كريم تحدثنا عن كتاب دكتور ميشيل فوكسويل حينما يتحدث الفصل الأول عن الخلايا الشمسية كثير من الأساس الذين التقيتوا بهم يقولوا أن الخلايا الشمسية المستوردة إلى العراق لا تصلح مع الأجواء العراقية والشمس اللاهبة ممكن أن توضح لنا ذلك الحقيقة والكلام غير دقيق كيف؟ شنون؟ تعتمد على الجهة التي أنت مستورد مؤدها مثلا أكو ألواح صينية درجة أولى موجودة وأكو كل سنة ينزل تصنيفات للألواح الشمسية أفضل 10 ألواح الشمسية بالعالم موجودة عنها واسمها طبعاً تصنيف عالمي ومعترف به فتقدر تشوف الشركة التي يمشتر من عندها موجودة ضمن هذا التصنيف فشارع الصناعة الحقيقة بالعراق في بغداد بالغث والسمين ما هي التفاضلية العلمية بين هذا اللوحة وذلك بعيدة عن المكان؟ أحسن الألواح الشمسية الحقيقة ثلاثة نوع موجودة بالعالم اللي هي polycrystalline monocrystalline thin film يعني هاي التنطوي معيار الكفاع ومعيار thermal temperature coefficient يعني شنو معناه؟ معناها شقد يصير لوسيز كلما زارت الحرارة عن 25 درجة مئوية تعرف أنه التصميم الخلايا والألواح الشمسية هو على 25 درجة مئوية يعني نطيق الكفاءة فمثلاً polycrystalline المتعدد crystalline تكون كفاءة ما تتجاوز 16-17% وأنا هسنشرح لكم شنو معنى الكفاءة الكفاءة تختلف عن كفاءة المولدات وعن كفاءة بالخلايا الشمسية كيف ذلك؟ أكمل الفترة نعم في النوع الثاني المونوcrystalline هذا الشاعع بالعراق وهذا الحقيقة أنا أستخدمه دائماً في النصب وفي كذلك التجارب مالتنا وفي المختبرات وكذلك لطلب الدراسات العليا هذا كل كفاءة تتوصل إلى 19.5 إلى 20% هاي كفاءة عالية بينما الثن ما تتوصل من الثمانية الثمانية بالمية هذا الينطوي هذا شعر سعر العفوي 10 سنت الثن فيلم البولي كريستلايل سعره أعلى يعني وصل إلى 30 سنت 30 سنت للواط الواحد يعني كل واط سعره 30 سنت بينما قبل 2009 كان سعر الواط الواحد 9 دولار المونو يوصل نص دولار وده تنزل طبعاً إحنا سلاح ذو حد يوم أسعار الألواح الشمسية إحنا بلد نفطي وبلد ريعي يعني عايش على 95% من الميزانية النفط أي تطور في موضوع الأنظمة الشمسية واسعارها تنزل مو من صالح البلدان المنتجة للنفط مو بس العراق ليش؟ لأن سعر النفط رح يقل يدخل في منافسة مع الأجهزة الكهربائية بالضبط هل تسمع أنه ألمانيا 40% من كهربائها على الطاقة المتجددة والباقي وين؟ على الغاز الروسي فرغم ذلك وقعت بأزمة كبيرة هس حالياً وتندموا والشتاء القارص على الأبواب نعم وصار حشي كلش قوي يعني باتجاه الحكومة ليش ما توسعوا بطاقة الرياح والطاقة الشمسية الطاقة البديلة ورغم أنه هي أهم دولة متقدمة في موضوع الطاقة الشمسية تحدثت عن الكفاءة وثم قطعنا الكلام باتجاه آخر ما المقصود بالكفاءة؟ أحسنت هذا السؤال كل شي مهم حتى بعض المختصين الحقيقة ما يعرفون الإجابة والت وسببها يعني تلقى متخصص بعضهم بالطاقة الشمسية بس يشتغل بالخلايا وبالألواح والتصاميم وهذا بس ما يعرف أنه الشعاع الشمسي الساقط على أي مكان طبعا بالعراق بالمناسبة العراق يعتبر من من أفضل الدول وليس أفضلها أتمنى تسألني هذا السؤال ليش من أفضل الدول وليس أفضلها لأن هذا إجابة تفهم كل المختصين الشعاع الشمسي الساقط بمجال تردد واسع الألواح الشمسية بالذات اللي مصنوعة طبعا من السيليكون أغلبها السيليكون اللي موجود بالرمل بالمناسبة الرمل العراقي يعتبر من أفضل الرمال بالعالم بكمية السيليكا الموجودة به فلذلك مع الأسف إحنا لحد الآن ما كون أي مصنع غير مصنع المنصور واللي ما يعني ما أعرف يعني شنو أخباره اللي موجود بالكاظمية بالمحيط اللي هو كان من أوائل المصانع بالوطن العربي يعني الحقيقة بالثمانينات والألواح الشمسية مالتا تنافس جودة الألواح العالمية وبالذات اليابانية شركة كيوسيرا المشهورة وغيرها فشعاع الشمسي الساقط هذا وايد بانت اللي تتعامل الخلايا الشمسية نسبة من الشعاع ما تتجاوز 25% أوكولوسيس فقمة الكفاءة توصل 22% إذن إحنا 25% إذا ناخذها كلها زيان معناها كفاءة الخلية 100% بالنسبة لشدة الشعاع الشمس الساقط شينو معناها؟ معناها أنا إذا عندي لوح شمسي شدة الشعاع الشمس الساقط هل سأدي 1200 واط على المتر المربع هاي الـ 1200 خلنا نفرض ألف ألف يعني هي متغيرة حسب المواسم ألف متر ألف واط على المتر المربع الكفاءة مع الخلية 20% إذن 200 واط المتر المربع يوفر لي الـ 20% أضربها في شدة الشعاع الشمس الساقط في تلك اللحظة وبالتالي هاي الكفاءة مع الخلائية الشمسية بينما كفاءة ديتش مع المحطات الكعربائية تساوي للأوت على الأموت يعني الأموت الميكانيكال باور والأوت باور وبالتالي حول هنو اثنين بالجول واشوف الطاقة نبتعد عن الخصوصيات المعادلات الرياضية والفيزيائية ونتهب إلى فاصل أحباء الأكارن انتظرونا فاصل وواصل حديث عن كتاب الكهرباء الشمسية يعتبر الكتاب سولر الكترستي هاندبوك للمؤلف مايكل بوكسويل من أفضل الكتب والمراجع في الطاقة الشمسية وتطبيقاتها حيث يحتوي على معلومات مفيدة جدا وذات تطبيقات عملية حيث تطرق إلى جوانب نظرية وعملية لإرشاد القارئ وحصولها على أفضل المعلومات في مجال الطاقة الشمسية وتطبيقاتها أهلا بكم مرة أخرى أحبا أن نواصل الحديث عن كتاب الكهرباء الشمسية مع الأستاذ الدكتور الأكاديمي علي البكري فأهلا بكم وأهلا بك سيد كريم تحدثنا عن الكهرباء وعن عنوينها والتعالقات التي تحدث هنا وهناك بالأفكار حول الطاقة الشمسية الآن نحن في العراق لدينا واقع كهربائي لا نحسد عليه هل يمكن تشخيص كيفية البدء بالخطوة الأولى لاستثمار الشمس لعلى الأقل نواقب هذا الكتاب أحسنتم طبعا هو هذا الشيء اللي يهمنا دائما نحن لازم نأقس التجارب العالمية على واقعنا المحلي لغرض الاستفادة العراق مثل ما قلت من أفضل دول العالم وليس أفضلها وليس أفضلها لماذا؟ لأن أول شيء العراق يمتاز بخاصية كلش رائعة العراق الله حباه بطاقة داخل الأرض هي النفط وطاقة فوق الأرض هي الطاقة الشمسية بس مع الأسف يحتاج إلى مدير نزيه وهذا المدير اللي يدير هاي العملية الطاقة يعني يكون حرصة على العراق فقط هاي أهم نقطة النقطة الثانية إنه على قولة أخوتنا المصريين يكون مثل حلو يقول الحلو ما يكملش شلون؟ رغم إنه شدة الشعاء الشمس الساقطة على العراق كل شعالية توصل من ألف إلى ألف ومئتيام طلبت الماجستير والدكتورة يأخذونها بمعدل المشتغلين بالطاقة يأخذونها ألف واط على المتر مربع عالميا كم؟ عالميا هو الستاندر مثلا في ألمانيا وإنقلترا ما تتجاوز ستمية ثمانمية العراقي يعني بس العراق بمشكلتين تخص الطاقة الشمسية هذين المشاكل معوقات إذا قارنة بشدة الشعاء الشمس الساقط تتغلب شدة الشعاء الشمس الساقط هذين المشكلتين هي الكفاءمة العلواح الشمسية عندما زيد درجة الحرارة من 25 درجة مئوية تبدأ تقل لكل درجة حرارية فكيف إذا وصل الأمر إلى أكثر من 50 أكثر لا هو إحنا دام قيس الحرارة بضل 50 فتحت الشمس توصل 60 65 70 وهذه حرارة تراكمية فلذلك تقل الكفاءة مع العلواح الشمسية مع درجة الحرارة هذا الأمر الأول الأمر الثاني هو الغبار العواصف الترابية حسب آخر تقلير أنه 200 يوم خلال هذا العام 200 يوم من 360 يوم هي أيام متربة مرات إحنا ماكو عواصف بس أكو تراب هذا هذا التراب من يتراكم على اللواح الشمسية يكون مادة عازلة بالضبط راح يقلل الكفاءة من يقللها بنسبة تصل 30% 30% من العشرين بالمئة اللي هي العشرين بالمئة نحسبها إحنا مية بالمئة يعني أنا أقول لك بس رغم ذلك أستاذنا الفاضل أنه بأسلوب المفاضلة بين شدة الشعاع الشمس الساقط مع درجة الحرارة والرياح يبقى شدة الشعاع الشمس الساقط متغلبة على ذا النوم أبقى وإياك في قضية جدا مهمة قلت أنه طاقة درجة الحرارة العالية تؤثر سلبا عكسيا على كفاءة الخلية أنا كعراقي ما هي الخطوات التي أقوم بها لتحسين المواد الداخلة في الخلية الشمسية مضبوط جدا هو طبعا هي مشكلة عالمية الحقيقة أكو براءات اختراع عراقية بحتة ولأول مرة الحقيقة والحمد لله أشرف أنا كنت رئيس فريق العمل حلينا هاي المشكلة مو محليا عالميا من خلال من فريق بحثي في مركز بحوث الطاقة المتجددة أو وحدة الطاقة المتجددة في الكلية التقنية الهندسية نجف قدرنا فريق العمل اللي أشرف به أنا ودكتور مظافر ودكتور فرقان وطالبات ماجستيات ني قدرنا أنه نصنع مادة طلاء للألواح الشمسية هذا الطلاء من مادة الكلوروفيل يخفف نسبة الطاقة الشمسية هذا على الألواح يسوي سبريشن بالنسبة للثيرمال إفكت للحرارة إضافة إلى أنه يمنع التصاق الغبار الغبار فتشير حقيقة حل لمعضلتين في طريقة واضحة عرضت علينا شركات أوكرانية قبل 2019 الحقيقة لإستغلال هذا بس آثارنا أنه الاستغلال يكون محلي للآن لم يتم استغلال بدقيقة واحدة طبعا لأنه السبب تعرف مغني الحي لا يطرب نعم في الشبكة الأهم العراقي صوت مطرب الحي نحاول إيصاله إلى الجهة ذات الألات أستاذنا الأكاديمي الدكتور علي بكري شكرا بهذه الإطلالة شكرا لزيهم بارك الله أشكرك أشكر موصولكم محباي نعمل أن نلقاكم في الأسبوع المقبل أبعاد معرفية بالانتظار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة